والنعمة لك والملء لا شري مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الركن الأعظم من أركان الحج ثم باتوا ليلتهم في المشعر الحرام مزدلفة توجه اليوم ضيوف بيت الله إلى مينن لرمي أولى الجمرات الذي يمتد إلى غروب شمس يوم العيد كما يجوز للضعفاء من النساء والصبيان أن يرموها ليلة العيد يطوفون بالبيت العتيق ويؤدون نسكي التحلل الأصغر بالحلق والتقصير ثم النحر ليؤدوا بعدها طواف الإفاظة ونسك السعي بين الصفا والمروى يواظبون على إكمال مناسكهم في أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوداع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في هذه الأماكن فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون من وسوسته لإكمال مناسكهم يبقون هناك في بيت الرحمن لقضاء أيام التشريق في مينن ويشكرون الله بعد أن كتب لهم آداء هذا الركن العظيم